من ضرب خطوط النفط في السعودية فجر الرابع عشر من أيار الماضي هاجمت سبع طائرات مسيرة أنابيب نفط للشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة سريعا تبنت ميليشيا الحوثي الهجوم وتواعدت بالمزيد أيام قلائل وتتكشف بصمات توحي بالجهة الحقيقية التي نفذت الهجوم ليس الحوثيون بل هم زملائهم وكلاء إيران في العراق مسؤولون أمريكيون خلصوا بحسب صحيفة والستري جونرال التي قصفت المنشآت النفطية السعودية انطلقت من جنوبي العراق وليس من اليمن في إشارة إلى بادية السماوة بمحافظة المثنى الحدودية مع السعودية مؤكدة أن الولايات المتحدة نقلت تلك المعلومات إلى حكومة عبد المهدي على لسان وزير خارجية مايك بومبيو من الناحية اللوجستية يرى معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى أن من المنطقي استخدام إيران للعراق بدلا من اليمن كقاعدة لانطلاق هجماتها داخل السعودية كون الحدود بين البلدين شاسعة وتخلو من الدفاعات الصاروخية أو طائرات المراقبة لكن ذلك يفند في الوقت ذات حديث المسؤولين الحكوميين عن النأي بالنفس والموقف المحايد من التوترات بين واشنطن وطهران لتجنيب العراق نيران الحرب تقارير صحفية أكدت أن بومبيو أبلغ عبد المهدي بأن واشنطن تمتلك أدلة تثبت تورط جهات في العراق بقصف مضختي النفط لا سيما أن تلك المناطق بما فيها جرف الصخر تمثل معاقل للميليشيات وسبق أن كشفت تقارير استخباراتية عن نقل إيران معدات وصاريخ إلى تلك المنطقة نواب في البرلمان سبق وأن أثاروا الأمر حينها اعترف عبد المهدي أنه تلقى تلك المعلومات لكنه رد قائلا أن جميع أجهزة حكومته الاستخباراتية لم ترصد شيئا من هذا القبيل نعم الأمريكان تكلموا كتصور كتقارير استخباراتية قد تكون ممكن أن تكون هذه الطائرات انطلقت من العراق لكن كل دوائرنا الاستخباراتية وكل أنواعنا الجوية وقيادتنا الجوية لم تؤكد هذا الخبر لأنه أيضا الفضاء معروف وكأن الرجلاء يعاند المنطقة والواقع فأي أجهزة استخبارات وميليشيات إيران تقصف وتحكم بمعزن عن الدولة كما يتحدث المسؤولون الحكوميون أنفسهم سواء انطلقت الطائرات من العراق أو اليمن فإن المحصلة بنظر كثيرين واحدة يتعدد الوكلاء والمصدر ذاته وتختلف الجغرافيا والضحية واحدة فهل يعي العرب أن الوقت يدركهم وأن المخالب الإيرانية لا تستثني أحدا ترجمة نانسي قنقر